عايز اقول لك ان الكاتاكيت اللي انت شهيخ والدفع حضرتك دي عمر تمانية واربعين ساعة دلوقتي. النهاردة عدت يومين بس على الكاتاكيت اللي ادفع حضرتك دي. لسه زي ما احنا بنتكلم من نشاط راحيوية موجودين. اللهم لك الحمد الكاتاكيت في او معانا كويسة جدا. هليقظر النهاردة. وقول لك على شراء التفاصيل مهمة جدا جدا النهاردة. ولو عندك مشكلة الاسهالات في العمر الصغير. ايا كان الاسهال ده بنية او برغوة او كل الاستهالات اللي بتقابل الناس كتيرة جدا وتبقى العادة منها اول اربع خمس سيار. اقول لك النهاردة على حاجات مهمة جدا جدا وهي الادوية اللي نستقبل فيها في اول يوم وتاني يوم وتالت يوم. وافضل الادوية البيطارية اللي هنستقبل بها وهنشتغل بها ان شاء الله في التحصين بتاع الاستقبال المراضي الحيوي اللي احنا هننزله. ايه هو افضل مراضي حيوي هنزله الكاتاكيت ان شاء الله ويكون كمان فعال معنا. والناس كمان اللي مش هستشغل بالمضادة الحيوة وما بتشغلش في العربات البيطاري. اقول لك تنزل ايه في اول ست يام ان شاء الله النهاردة. ركز معي. هنددى حلقتنا على طول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم. عاملين ايه يا رب اكونوا بخير ويا رب اكونوا بأحسن حال. عايز الاول كده لايك جميل كده في بداية الفيديو. كمان كاتاكيت بتاعتنا يومين بس يا جماعة. بصوا يا جماعة احنا قريبين جدا. اب قائل جدا ايه يا جماعة مكيت تبصوا كده. كاتاكيت اللهم صلى اللهוהُ وسلم عم certificationї محمد. بصوا يا جماعة. كاتاكيت ايه. كلها نشوات ثانية حيوية زي ما انشاء فيه بالنصة عن ارز fi向 لحد دلوقتي على الكاراتين بيعقرب الكاراتين على الكاراتين اي علف. بص ر kangall High vak اللي متكلم في الكاتاكيت بتيجي عندي الكاراتين بتيجي علي. عايز اقول لكم بقى على حاجات مهمة جدا جدا في بعض الاسهالات بتحصل زي ايه? المنظر ده. اسهالات رغاوي. اسهالات بنية. عايز اقول لكم بكل بساطة وكل صراحة كده ان الاسهالات في اول خمس ايام او اول اربعة ايام خمس ايام معندكش بها اي مشكلة. اي مشكلة. ما فيش اي مشكلة في الاسهالات دي. اي اسهال يزول عندك في اول اربعة خمس ايام ما تلاقش منها خالص. ما فيقاش اي مشكلة خالص. تمام? طيب. تعال بس نروح نشوف متواصل واسدنا عندنا الاول كام? في تمانية واربعين ساعة من عمر الكتاكيد بتاعتنا. بسم الله. ناخد اي كتاكود يا جماعة. بسم الله. عليش يا جماعة الله انا بصور الواحد دي. بصوا يا جماعة بسم الله وان شاء الله تمانية وسبعين جرام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. تمانية واربعين ساعة بس يا جماعة. تعال نشوف متواصل واسد تاني. اهو. بسم الله يا الله. اكبر اتنين وتمانين جرام يا جماعة. اهو. اتنين وتمانين جرام. تمانية واربعين ساعة يا جماعة. تمانية واربعين ساعة. مهم جدا لك تشوف المتواصلات كده قريبا من بعضها. يعني ما يكونش فيه فرؤات كتيرة في الاوزان. اقول لك الحاجة تعملها مهمة جدا في اليوم التاني. ركز معي جدا. تعالوا يا جماعة اهو. حاول يا جماعة نبزل اي اي حاجة تثبت معانا اهو. بصوا كده يا جماعة. كله تقريبا في متواصل التمانين في اخر سارينات والتمانينات. اهو بصوا كده يا جماعة. حاولوا تركيزوا معي وتلحقوا بس الرفق كده هتشوفوه لان طبعا كده قد ما بيقفش خالص. تلاتة واربعين جرام يا جماعة اهو بصوا كده. اتنين واربعين تلات واربعين جرام. ده كده متواصل الوزن الكويس جدا جدا. انت بتلعب برضو في الستينات في خمسة وستين في ستين. مفيش اي مشكلة بعد ثمانية واربعين ساعة. شايفين يا جماعة بصوا الانتشار. بصوا جمال الكتاكيد في تاني يوم ثمانية واربعين ساعة. كده عرف ان حرارتك مزبوطة. مفيش نهاجين. مفيش اي مشكلة. مفيش اي كتاكيد رايحة نحية الحيطان. مفيش الكلام ده كله. ده المهم يبدي ان تشوف دايما في تربيت. في راقة التسمين او الكتاكيد عاملهم بشكل عام. فالكتاكيد كلها بتاكل بصوا كده يا جماعة. بصوا لكم كل مفاقات تحديين اهو يا جماعة. اهو يا جماعة بصوا كده. ده اللي انتشار له لازم ان يزهر قدام حضراتكم. تعالوا بقى نتكلم ونروح نشوف ايه من الضوطة الحيوية اللي المفروض ان احنا نستخدمها. قال عن نفسي ومن راهي الشخصي وعن تجربة. انا ده اما بشتغل بالكولستين والتيروزين. اشتغل بالكولستين والتيروزين. خلينا نعمل لو انت عندك القولستين الاصلي. القولستين الاصلي يا جماعة ركز جدا في الكلام ده. القولستين الاصلي بيكون الجرام لكل ستة لتر مية. جرام لكل ستة لتر مية. لان القولستين بيكون مركز جدا. ستة مليون واحدة يا جماعة. ستة مليون واحدة. فبيكون جرام لكل ستة لتر مية. اما لو عندك مسلا بتجيب الحاجات اللي العادية او الشعبية من صدادة بطرية. زي كولي فيت او قولستين من تركيز العشرين في المية. فده ما كنت لازم منه نصف جرام او جرام على يلزين التنفسي. هاستخدم البن فولور اسوبGHIII. ما فيش اي مشكلة فيه وقوي جدا جدا. لابه انت استخدم البن فولور يا جماعة بيكون استخدامه افضل لما يكون فيه يعني اي احتمالات يكون اامراض راسية زي الاو السلم والله الموغودة المنقولة وراصية من الامة يا جماعة. كم ayud ممكن استخدم يا جماعة تقريبا نفس المادة الفعالة بتاع. لكن عايز اقول لكم حاجة مهمه جدا بالنسبة للبن فلور او الفلور او الفلور او الفلور او انا مستخدمه فياريت لاستخدمهش لوحده ياريت ان انا ما استخدمهش لوحده باستخدم معه التيرولزين استخدم البانفراء لانه بيستغل اكتر. البانفراء عايف الناس يتقول انه بيشتغل معه وتنفسي ده حقيقي مش تغل فعلا معه وتنفسي. لكن بيكون تركيزه اكتر على المعوي مش التنفسي فانا بنتعزل معه التيرولزين. طب هو ليه? انا بنزلها بلى transaction حيوية. هو لازمة نزل مدودة حية يا جماعة في الاستقبال. والله يا جماعة تقريبا ما ما فيش كتكوت في مصر يا جماعة بياخله من الامراض. فيش كتكوت عندنا هنا في مصر بياخله من الامراض. فاحنا طبعا بنزل المضادات الحيوية دي في الاستقبال عشان نحمي نفسنا بعد كده من الامراض اللي بتحصل عندنا في الكاتاكين بتاعتنا. دي من اهم الادوية اللي انت موخوا التنزلي. عدنا موخوا التنزلي الادوية دي. وكمان هتحافظ على الكروكسيديا والكلستريديا. ده مهم جدا ومضاد الصوم والغسيل الكلامكم ما تنزلش اي حاجة تانية. لكن المضاد الحيوية في الاستقبال مهم جدا. مضاد الحيوية في الاستقبال بس بعد اول اربعة وعشرين ساعة زي ما احنا متفقين. كان برضو في سؤال مهم جدا بعض الناس بتسأله على البروبات وبعد الريس كنان بتسأله على اليوتيوب ان البنفلور يا جماعة بيكون مكتوب عليه لا يستخدم للدواجل. ركز بقى معي جدا في النقطة دي. معين انا لا يستخدمش يا جماعة للتيور اللي هي طويلة العمر. يعني طويلة الايه? ان هي تقعد معنا فترة كبيرة جدا. لانه بيكون يا جماعة البنفلور بيكون مصارتن على المدى البعيد. ركز معي عشان ما ما يكونش في مشكلة. والناس تفهم الكلام صح. البنفلور بيكون مادة مصارتنة بس على المدى البعيد. البنفلور اللي بيقعد معنا ستة شهور وسوعة شهور وسنة وسنتين. بيكون مصارتن بس على المدى البعيد. انها بالنسبة للفراخ او الكاتاكيت البيضة او كاتاكيت التسمين او فراخ التسمين اي مشكلة خالص خالص في الاستبال بتاعنا. شكلات بتصغر بتقول لك كل ما نهزل بنفلور. دايما بعد ما مننزله بنلاقي مكتوب عليه مثلا لا يستخدم الدواج لما نقرل عليه يبليكتب لا يستخدم الدواج. ده ما فوجه اي مشكلة يا جماعة متعلقش من اي حاجة. طيب احنا بنستخدم كده المضاد الحيوي ده تنجر ساعة اول يوم وتاني يوم وتالت يوم. نستخدم ايه بعد كده. هنستخدم اول يوم. تاني يوم وتالت يوم. نستخدم اول ساعة متضاد حيوي. اياً كان المضاد حيوي اللي انت هتنزلو. وهتنزل انا نستخدم كمان ياتلشر ساعة الف دال ثلاثة. نستخدم يا جماعة بنشر ساعة متضاد حيوي. مع reci über 12 ساعة فيتامين الف دال ثلاثة. احطروا حضرتك عند عند البطري او السيدالية البطري هتقول له عن عايز عيل بيت فيتامين الف دال ثلاثة وده هنستخدمهم اذا جميع مع بعض اول ثلاثة يام. والاستيني والتيلوزين مثلا مع بعض اثمية واحدة نشار ساعة. وهنستخدمه في اثنان ساعة تانيين فيتامين الف دال ثلاثة. وده يستمر معنا اليوم الاول واليوم التاني واليوم التالت يا دمع. تمام? طيب احنا كده في اليوم التاني. حضرتك كنا نزلنا قبل كده خالطة. وقول لكم نستخدمها من يوم الاول. خلينا هي نستخدمها ولكن نفضل طبعا الخالطة دي هنستخدمها من يوم التالت. طيب. ان شاء الله هيقول لكم بكرة ب devastated inequality بتاع اليوم التالت. لكن عايز اقول لك ان اهم شيء هنستخدمه ان شاء الله في اليوم نائة اليوم التاني. وبداية اليوم التالت. يا İll describe جدا. ولازم كل الناس ساخذي استخدامها يا جماعة. بص coach انا بأكلمكم بصوا كل الكتاكت مش مركزة معي خالص. وكل اللي كانت جيت عمالة تياكل وتشرب. مهم جدا اللي انت شايفينه ده. لايك بقى يا جميل كده عشان نكمل حلقتنا. وكمان تنزل تعمل اشتراك لو عجبك المحتوى بتاع القناة وعجبك الشرح بتاعنا. آآ اليوم التالت او نهاية اليوم التالي يا جماعة وبدأت اليوم التالت مهم جدا ان احنا ننزل الينسول. الينسول يا جماعة هو الدكتور جدا جدا جدا. هقول لك على بعض في هو الدكتور سريعا. ده بيخفض عندك نسبة النافق جدا. كمان بيشتغل معك كمضاد بكتيري. كمان بيشتغل معك مضاد فطريات. بيحسن الوزائف الكيلة والكبن. كمان بيشتغل معك كغسيل كيلة ومهم جدا. بيشتغل معك على التنفس يا جماعة. وبيشتغل في حالات اللجاءات الحيارية واحتواص الحياري والحرار اللي احنا فيه الايام دي. بيعمل معك حاجات كتيرة جدا جدا جدا. الجرحة بتاعته مهمة جدا. الجرحة بمكة تنزل منها اتنين سانتي لكل ليتر ماية. اتنين سانتي يا جماعة لكل ليتر ماية. ده مهم جدا تلزيله في بداية اليوم التالت. بداية اليوم التالت يا جماعة. هنشتغل بالعشاب اكتر حاجة ان شاء الله هنشتغل بياه في الدورة دي. نشتغل بالعشاب مهم جدا جدا جدا. وهنعالج تقريبا كل الامراض ان شاء الله اللي تقابلنا. جهنستخدم بيطار كتير بالإذن الله. وهنعالج وهقول لك ازاي تعالج كل الامراض ان شاء الله بالعشاب. ناجي خلينا متفقين. ان احنا دايما شغلنا بالعشاب بيكون من البقاية بس يا جماعة. ما بيكونش ليه العلاج. ده مهم جدا. لازم ان يكون عنوان كده عندك العشاء بقاية مش علاج. هتقولي الخلطة فلانية وانا عندي مرض البرد خلطة فلانية لنهاية المرض البرد ومش عارف ايه كل ده كلام فاضي. حدش يسمع الكلام ده. العشاء يا جماعة بقاية مش آآ علاج. فلما يوحددك بيكون عندك مرض او عندك مشكلة. عندك مشكلة مرضية فلازم تترجع للعلاج البطاري او لازم نستخدم العلاج البطاري. ده السيات عندنا لازم تكون سبتة معاك. حد شي اتحك عليك ويقول لك انا بستخدم ايه خلطة دي جبارة. العلاج مش عارف ايه. اقول لك كل ده كلام فاضي. وكل ده بينفعش في التربية. وخاصة تربية في راقة التسمين. ركز جدا وتعلم يعني ايه تربية? عشان تعرف تطلع. ومحق ليش حد يتحك عليك وتطلع بدور راقة ان شاء الله. كمان اعايز اقول لك نقطة مهمة جدا الناس اللي بتقول وانا ينفع هوي او ينفع شغل شفاط او خليط تبريد او حاجة في العمر الصغير ده. والله ينفع كل حاجة بس شغل دماغك. اعرف ازاي تشتغل وزعف ازاي تربي. انا هركز معايا كده اشوفوا كده ايه هيحصل دلوقتي. بص حضرتك انا هنا كده مكاني بخلية. يعني ورا البطارية دي انا هروح لحضرتكم هناك واقول لك ووريك انا عامل ايه? ورا البطارية دي لان طبعا وقت الحر او وقت بعد الظهر كده لحد تقريبا بعد العصر. الحرارة بتاعها فعلا بتوصل معي الخمسة وتلاتين وستة وتلاتين درجة. طب انا ما اقدرش اخليك اتاكيد توصل معي لستة وتلاتين درجة. نفس الوقت عايز اهوي وفي نفس الوقت عايز ازبط درجة الحرارة لغير ما يكون فيه هوا مباشر. ودي ايه ده بقى الخبرة? ودي ايه ده الحرفة. ده تعمل البوضوع ده. ونجد ما اطلق كده بتاعتك والتنصف في عمر صغير. وما طبع فيه الوصح عمر ده بيكون حساس جدا. لكز معي. احنا روح دلوقتي اهوة يا جماعة دي خليطي التبريد. بص يا جماعة انا عامل ليه هنا جدا. لكز معي. دي خليط دي جماعة ايه? دي جماعة الخليطية هنا وورا يا جماعة ايه بص ركز كده معي. وقدام الخليطة هنا انا حاطة البطانية دي. انا حاطة يا جماعة البطانية دي. انا مش هايس اولي اهوة مباشر. انا خلي الخليطة تشتغل عادي. ممكن ازبطها على الطايم فانا كده الخلي الهوى البلد يا دول بيتحرك بس من الجنب ده. يتحرك من فوق هيا يا قشير الكاتاكيد من فوق العنبر نفسه. يبرد للعنبر من غير ما يدوره للكاتاكيد. وغير ما يكون فيها ومباشر على الكاتاكيد يا جماعة. دي اللقطة مهمة. ركز معي وشوف النقطة المهمة دي ازاي تقدر تهوي او ازاي تقدر تمرج من غير ما تدور الكاتاكيد بتاعتك. حاجات دي مهمة. وحاجات دايما تركز فيها. ما لسه الكاتاكيد الصغيرة وحرارها حتى ورفعت عليه وما فيش مشكلة. لا. في مشكلة والله. يعني مش مشكلة طبعا كبيرة زي ما يكون الفراخ كبيرة او في الامر الكبير. لكن في مشكلة. فديها كون طريق التغوية الصحيحة. انك مدورش الفراخ وما يكونش في اي هو مباشر. لأس بتقول انا بشغل مراوح يا جماعة. الناس البسيطة بتاع البيوت اللي عندهم عشيون لقدين فراخ. تقول انا دو حر انا بشغل مراوحة. انت ما تقس نفسك على الكاتاكود. كاتاكود ده قصة تانية خالص. شايف كاتاكود كاتاكود منتشر. الكاتاكود ده لو حرارة نزلت شوية هتلاقي كاتاكود كلها لهمت على بعض. وعطت عندك مشاكل في التحديل اللي حصل مشاكل في التحديل. هتم ده ممتزع على الجامد بعد كده. فانت ركز جدا وما يكشعه بحرار ده حرارة جيدة. طول لك لقد ده انا بقى في المكان بحرار جدا. ما ليشش دعه. طول ما كاتاكود مبيللهاس. رفش نعجبك كاتاكود عندك كاتاكود منتشر. انت كده مظبوط وزي الفل. فدي الطرق السريمة. ركز جدا وتعين ازاي تربي الفلاك وتربي كتاكيد. يلا كمان بقى اللي تقلل لنا حلقيتنا النهاردة. وكمان كامل شراجوا على المحتوى. هناك انا معكم مهندس اسلام ناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.